الحمد لله يمن على إبادي بمواسم الخير أفراحا ويدفع عنه بلدفه أسبابا ردا وشرورا وأتراحا أحمده تعالى وأشكره شكرا يتجدد غدوا وعشيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن النبينا محمدا أبده ورسوله رافع اللواء الدين دعوة وإصلاها والحاضي إلى طريق زرشاد السعادة وفلاحا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خيار والتابعين ومن اتبعهم بإحسان ما تعاقب الليالي والأيام مساء وصباحا وسلم تثليما كثيرا أمي الله سبحانه وتعالى تندو ألمي بجانسان أمي الله سبحانه وتعالى تندو 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 تنقضي حثيثا وتمدي جميعا أمي الله سبحانه وتعالى تندو فما أوفيكم إياها أمي الله سبحانه وتعالى تندو أمي الله سبحانه وتعالى أمي الله سبحانه وتعالى أمي الله سبحانه وتعالى تندو 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 كنتم في شهر الخير والبركة تسومون نهاره وتقومون من ليله وتتقربون إلى ربكم بأنواء التربات طمعا في ثوابه وخوفا من إقوابه ثم انتهت تلك الأيام وقطعتم بها مرحلة من حياتكم لن تعود إليكم وإنما يبقى لكم ما أوضعتموه فيها من خير أو شر وهكذا كل أيام العمر مراحل تقطعونها يوما بعد يوم وفي طريقكم إلى دار الآخرة فهي تنقص من أعماركم وتقربكم من آجالكم ويحفظ عليكم ما عملتموه فيها لتجاذوا عليه في دار الباقية قال تعالى يوم تجد كل نفس ما أمنت من خير مهضرة وما أمنت من سوء تودوا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير إباد الله كنتم في أيام قلائل قد حلقت فيها أرواحكم إلى السماء وتجاوزتم فيها نزواتكم وشهواتكم وتنازلتم فيها أن أحقادكم وأطمعكم تغيرت فيها نفوسكم للأفضل ولمستم من قلوبكم تحسنا وتقربا وتقربا من بارئها فكانت الطاءة أيسر والبعد عن المعصية أسحل وتدربت النفس فيه ألا إيثار الحق ألا نوازع النفس ولكن مع انقضاء الرمضان ودعوى عودة الشيطان وعودة الشياطين الجن لمزاولة أنشطتهم التي كانت محظورة خلال الشهر الكريم تراود القلوب من جديد الأهواء والأنفس الأمارة بالسوء فتداعبها بمزاج من الشبهات والشهوات فتزين لها المعاسي من جديد وتجمل من أعينها المخالفات مرة أخرى بحجة انقضاء شهر العبادة ومرو الأيام الطاءة فتنجرب بعد النفس المريض إلى هاوية الإسيان وتقع في مستنق الرزيل لتعود لسابك أهدها بعد رمضان تقع في مستنق الرزيل تقع في مستنق الرزيل وتك الشبه sok والديه تجمل لسابك المستنق الرزيع تجمل لسابك المستنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر أو ببسيقاتا نه الله سبحانه و تعالى على كجوم أنغو نغالك للمدى أن يكلمون بلا أنكو أنبكو نغلو المنا نيو نغلو المنا نيو نغلو المنا الله سبحانه و تعالى جيني نينا أنيون نجو أنيون لغو فلكرفه تما ينين دوغم بلا فمن غداو ينغن نتو تما نجي لكابو لغو كام فو اول عبرأة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن وجد في نفسه تقعسا عن فعل الخير وجموها الى الشر والفساد بعد رمضان فليحذر من سوع الاقبة وليسأل الله الافية والسلامة اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر